موسيقى بلاي سيشن اطلقت الجيل الخامس مع مجموعة متنوعة من الالعاب بس بينهم كان حصرية واحدة فقط وهي ديمون سولز ستوديو بلو بوينت المطور تكلم عن اللعبة انها اكبر مشروع بتاريخه اللعبة مثل ما انتو عارفين هي عبارة عن اعادة اصدار للنسخة السابقة اللي صدرت على بلاي ستيشن 3 ولما صدرت ما اخدت حقها بالكامل لانه ما كان فيه شعبية لعشاق العاب السولز وقتها بس لما انشهرت العاب السولز مع سلسلة دارك سول و بلاد بورن و سيكيرو ثير ناس تحمست ترجع تلعبها او تلعبها اذا ما كانت لعبيتها وتعيش تجربة اول لعبة سول نزلت بالتاريخ معكم عماد من ليفلوب وبهذا الفيديو رح نعمل مراجعة شاملة وبالتفصيل عن ريميك ديمون سولز على بلاي ستيشن 5 ألعاب السولز من الألعاب الصعبة اللي فيها تحدي و كثير ناس بتجنبوها لهذا السبب بس بنفس الوقت هاي الألعاب قدرت تعمل جمهور ضخم جدا و مجنون و عنده استعداد يشتري جهاز او اكثر عشان ألعابهم و انا واحد من هذا الجمهور اكثر شي خلاني اتحمس لبلاي ستيشن 5 هو لعبة ديمون سولز بس ولما استلمت الجهاز شغلت اللعبة قبل ما أسكشف الجهاز و أشوف شو القوائم أو شو مميزات الجهاز الجديدة وبصراحة كان حماسي للعبة أكبر بكثير من حماسي للجهاز بس هل هاي اللعبة كانت تستحق هال حماس كله وأشتري الجهاز عشانها أول شي راح نحكي فيه عن القصة اللي بعجبني بقصتها أنا مش عميقة و معقدة كثير مثل ألعاب دارك سول يعني ممكن تفهم الفكرة العامة من القصة بسهولة بس لو بدك تتعمق راح تلاقي تفاصيل حلوة وأحداث و دراما راح تخليك تتعلق فيها و في الشخصيات و في كل شي في اللعبة و مش بسهولة راح تقدر تطلع كل المعلومات هاي كعادة ألعاب السولز و راح تحتاج تعمل كل المهمات الجانبية عشان تجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات وتقدر تركب القصة بالكامل قدامك بالنسبة للجيم بلاي إذا لعبتوا أي جزء من دارك سولز فهو نفس الشي بس حاليا اللعبة محسنة والتحكم كثير ممتاز فيها وأقرب لدارك سول 3 بس بشكل مبسط شوي ما حتلاقي التنوع كبير في الأسلحة مثل دارك سول 3 بس حتلاقي التنوع اللي حمسك تختم اللعبة أكثر من مرة و ما حسيت أنهم غيروا شيء في مستوى صعوبة اللعبة اللعبة مثل ما هي فيها تحدي و صعوبة بس بنفس الوقت إذا بتستخدم السلاح المناسب بالمكان المناسب رح تصير كثير أسهل اللعبة إليك وهذا من الأشياء اللي عجبني فيها يعني أنا في دارك سولز 3 مثلا عمري ما استخدمت السحر و قليل كنت أستخدم الأسهم و دائما اعتمادي على الأسلحة الذقيلة القوية في هاي اللعبة استخدمت كل شيء ممكن ولو ما عملت هيك أواجهت صعوبة كبيرة فيها بس من الأشياء اللي ما عجبتني نهائيا في الجيم بلاي وتمنيت يكون أحسن من هيك هو الذكاء الاصطناعي الأعداء بتلاقيهم بدخلوا في الحيط و ما بارفوا يطلعوا على الدرج ولا يلحقوك وبتقدر تضحك عليهم وتتجاوزهم بسهولة هات زمان كان مقبول أيام بلاي سيشن 3 لما كان التحكم صعب أصلا بس هلأ إذا مع التحكم ستلس رح تستغل غباء الوحوش بشكل كبير وتفصل عليهم و عشان هيك شكيت بالأول أنه اللعبة صارت أسهل بس لما لعبتها مرة ثانية نيو جيم بلس شفت مستوى ثاني صراحة الوحوش صارت حركتها مدروسة و صعب تضيع ضربتها والضربة إذا ما قتلتك رح تواجعك منيح فالواضح برأيي أنهم سهلوا الختمة الأولى للناس عن طريق أنهم يقللوا مستوى الذكاء الاصطناعي بس لو حبيت تشوف اللعبة صح جرب الختمة الثانية عالم اللعبة كثير حلو والأحلى بعطيك حرية تروح أي منطقة أو أي طريق بدك إياه وبتقدر توقف وترجع متى ما بدك كأنها لعبة عالم مفتوح فبتقدر تدخل المنطقة الأولى وإذا علقت بمكان تتركها وروح للثانية عندك خمس مناطق في اللعبة فكلما تعلق بمكان بتروح للثانية بتكمل بتزيد مستواك ترجع للمكان اللي علقت فيه بتفوز عليه بيكون مستواك أعلى وبتفوزه بسهولة بس من الشغلات اللي ما عجبتني بالعالم وأثرت على الجيم بلاي هو وجود كثير أماكن ضيقة المعاناة هم مش من الكاميرا بعكس أغلب الألعاب الكاميرا هم ممتازة وما واجهت مشاكل فيها بس اللعبة فيها كثير أماكن ضيقة يعني بين ممرات بين بيوت بين أماكن هيك صغيرة فالأسلحة الكبيرة ما راح تأدي معك وراح تصير تضرب بالحيط كل ما يجي تضرب وهون حتلاقي الخيار الأفضل تستخدم السحر بدل الأسلحة الثقيلة أو تعتمد على القوس والسهم اللعبة بتقدم لك تقريبا 30 ساعة لعب وأكثر من 20 زعيم تقاتله كل زعيم له جو الخاص ومكان مختلف وإلو طريقة خاصة تفوز عليه فيها في منهم تقدر تهزمهم بسهولة إذا لقيت نقطة ضعفه وفي منهم بدأت تعاني شوي معهم عشان تفوزه بس بشكل عام أسهل من مستوى سلسلة دارك سولز فبقدر أنصح الكل فيها حتى اللي ما بحب صعوبة النوع هاد من الألعاب هاي اللعبة برأي مناسبة للجميع ستوديو بلو بوينت عملنا قبل هيك ريميك للعبة شادو أوف ذا كولوسز وكان خرافي صراحة خاصة عالم اللعبة قدروا يعملوا عالم خيالي وممتع كافي تمشي في اللعبة وتتفرج حواليك في ديمون سولز راح تحس بنفس الشعور راح تمشي بالعالم وتنصدم من جمال التفاصيل والمناظر اللي فيه ومع أنه عالم اللعبة كثير أصغر من ألعاب السولز بشكل عام بس جد هالستوديو قدر يخليه واحد من أجمل العوالم لأنه وصل لمستوى وضوح وقوة في الرسومات تتفوق فيها على كل ألعاب السولز السابقة ممكن استوديو فروم سوفتوير المطور الرئيسي للعبة ما بيهتم بالرسومات كثير وبركز على الجيم بلاي بس بهاي اللعبة قدروا يجمعوا بين الجيم بلاي الرهيب تبع فروم سوفتوير ومستوى الرسومات العالي من بلو بوينت وأخرجوا لنا تحفة فنية أنا بفضل أي شركة بدأتعمل ريميك لأي لعبة كانت يعطوها لبلو بوينت لأنه أثبت نفسه في عادة إصدار لعبتين كبار الستوديو صار عنده خبرة رهيبة بعادة إصدار اللعبة بشكل أجمل بدون ما يأثر على اللعبة والأشياء المميزة فيها الصوتيات في اللعبة لا شك إنها رائعة ورهيبة كثير أي حد لعب أي لعبة من ألعاب السولز بيعرف الموسيقى المجنونة اللي بتشتغل في قتال كل زعيم هون راح تحس بنفس الشعور ورح تتفاعل مع كل زعيم وتتوتر في قتاله لغاية متفوز عليه ستوديو فروم سوفتوير هذول تخصص في قتال الزعماء والإشي الجديد اللي ضافوه مع بلاي ستيشن فايف إنه صار راح تحس في القتال في اليدة كيف يعني؟ يعني راح تحس في اليدة بتطلع أصوات السيوف واهتزازاتها لما تنضرب أو لما تضرب بالسلاح ثقيل فأي شغلات راح تضيف متعة في اللعب اللعبة بتعطيك فرصة للاستكشاف وفيها كثير أماكن مخفية وسرية وأماكن محتاجة مهمات خاصة عشان تفتحها ورح تقضي عليها ساعات طويلة لتقدر تطلع كل شي فيها وإذا حابين تعرفوا كيف توصل للبلاتينوم وكيف تطلعوا كل شي في اللعبة بتقدروا تتابعوا التختيم اللي نزلته على القناة حتلاقوا قائمة تشغيل أو بلايليست خاصة بعنوان تختيم ديون سولز ووضحت فيها بالكامل كيف تجيب البلاتينوم في اللعبة وكيف تختمها بكل سهولة ممكنة وتاخد كل شي فيها في الختام تقييم النهائي للعبة 9.5 من 10 اللعبة قدمت تجربة رهيبة وقدرت فعلا تكون أفضل إعادة إصدار للعبة مر علي بحياتي ولو اشتغلوا على الذكاء الاصطناعي للأعداء كان راح تكون لعبة مكتملة 100% تجربوا اللعبة وهل ممكن تشتروا بلايستيشن 5 عشانها؟ صراحة شخصيا أنا ما بنصح أي حد يشتري جهاز عشان لعبة خاصة مع الارتفاع الجنوني في الأسعار الموجودة حاليا بس مستقبلا لما تتوفر شحنات ثانية للجهاز بيكون نزل سعره أو ثبت سعره الرسمي وبكون نزل عليه ألعاب حصرية أكثر وساعتها بتشتروا الجهاز وبتستمتعوا بتجربتها كان معكم عماد من ليفلوب في أمان الله اشتركوا في القناة